اشتركوا في القناة مهم في ظل ما تتعرض له منطقتنا العربية من تحديات سواء كانت سياسية او اقتصادية جراء ما تشهده توترات الحياة شديدة يعني خاصة بعد احداث غزة والضفة اللي بتتصاعد من اكتوبر من العام الماضي حتى الان وكمان الملف السوداني والملف الليبي وغيرها من الملفات الشائكة اللي هي قد قد تمس الامن القومي المصري وتمس الامن القومي لتركيا على حد سواء وده بحكم التشابك الجيوسياسي الحقيقة ويعني ما يحتم على الدولتين ان هم يواجهوا هذه التحديات العلاقات بين القاهرة وانكارة تعرضت للكثير من المنحنيات السياسية على مر الاعوام السابقة وكلنا عشناها مع بعض ولكن اللي بتشهده المنطقة دلوقتي اوجب على الطرفان التغاضي عن اي خلافات مضى وطي صفحة الموض طوناها وده بهدف توطيد العلاقات الصينوائية والتنصيق بين الجانبين بما يصب في صالح البلدين وايضا في صالح الشرق الاوسط باكمال مصر دولة محورية مصر دولة فعيلة في ملفات مختلفة بتأتي في اولويات الجانب التركي وانكارة بودورها هي كمان طرف سياسي مهم في عدد من المعادلات السياسية اللي هي بتأتي في محور اهتمامات الدولة المصرية لضمان الامن والاستقرار الحدودي ومن ثم الدخلي كل دي ملفات والمقدمة التولى نعمة تالية عشان احط حراركم في الصورة ايه الزيارة دي وايه الحكاية خلونا راحب بضيف في الاستوديو المفاكر السياسي والنقب الدكتور صلاح حصاب الله المتحدث الرسمي السابق لمجلس النواب اهلنا دكتور نورتين اهلا بك باس محمد سعيف بوجودي معك دايما منورني خليني ابدأ مع سيادتك بزيارة الساد الرئيس الاخيرة لتركيا الساد الرئيس سعفتاح سيسي وتعقيبك على الزيارة وتوقيتها ودلالاتها طيب اولا بس خلينا يمكن المشهد باختصار مش عايزين نصعبه على ناس يعني اسمح لي ان احنا ناخد منهج مواطن في شوية في نوع من انواع التبسيط ايه في فترة من فترات خصوصا تجلت ما بعد ازاحة حكم الاخوان ونظام الاخوان المسلمين من دولة مصر الاخوان الارهابية بالضبط كده فالمسألة هنا كان مصر على فكرة مصر لم تسعها يعني مصر كانت عندها سوابت بتحكمها وبتنتجها صورة تلاتين ستة صحيح ان هذه صورة شعب يجب ان تحترم يعني اسألة مش من يختاره الشعب ما بعد تلاتين ستة صحيح صورة شعب واشاد واحترم ارادة الشعب المصري انها فزا في صورة تلاتين يونيو عشرين تلات عشر و بعض من الدول كانت في مرحلة موتزة ام متزبزبة كم منها تركيا عشان نبقى سرعة طبعا احنا كمصريين احنا كمصريين ما بعد تلاتين ستة دي بعض القطاط لاستقبال الرئيس اردوغان الرئيس عفتاح السيسي في المقار تمام تمام يمكن هقولك ارجع كده بقى كمان وراء شوية هبس هتلاقي ان كانت فيه لقائين قبل دول مابين رئيس المصري ورئيس التركي طبعا لقاء داخل مصري في فبراير ولقاء بالخارج في نيو ديلي صحيح نيو ديلي في عشرة تسعة عشرين تلاتة وعشرين ويمكن ده كان اول لقاء مباشر مابين رئيس عفتاح السيسي والرئيس رجب طيب اردوغان وعقابه زيارة رئيس تركيا المصري في فبراير اربعتاشر فبراير عشرين اربعة وعشرين بالضبط دي محطات اللي كنت بقولها لك بتشهد هذا التطور في العلاقات المصرية التركية ما بعد عشرين تلاتاشر او صور التلاتين يونيو بدأت باعادة العلاقات على مستوى الدبلوماسي وتبادل الصفرة في عشرين عشرين ثم تلاهي هذا التطور السريع جدا بعد اللقاء مباشر مابين رئيس عفتاح السيسي والرئيس رجب طيب اردوغان في نيو ديلي في عشرة سبتمبر عشرين تلاتة وعشرين عقبه لو دلالة مهمة جدا على فكرة على مدى ايجابية هذا اللقاء الاتصال التلفوني اللي تلقى الرئيس عفتاح السيسي فهو رفوزه في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر عشرين تلاتة وعشرين صحيح وعلى وجه التحديث الثلاثة وعشرين تلقاه من رئيس التركي رجب طيب اردوغان اللي هنقو فيه بفوزه بالانتخابات وبسكرة شعب المصري فيه بعدها حصلت زيارة من رجب طيب اردوغان في فبراير عشرين اربعة وعشرين للرئيس المصري لللقاء مباشر وهنا بقى يعني كانت مسألة اختصار سنوات التباعد يا أستاذ محمد مبين مصر وتركيا لتأسيس علاقة من نوع اخر مش علاقة تبادل الاقتصادي او تبادل التجاري او تفاق سياسي مجلس استراتيجي ومصر ترقص الدورة الاولى بالضبط كده مجلس استراتيجي مبين الدولتين قائم على فكرة تفعيل هذا التعاون ومشترك مبين الدولتين في كافة المجالات وابرزها عشر بانت عارب بس هو عنوان سياسي مواجهة مشتركة مبين الدولتين بما لهم من ثقة السياسة في منطقة في منطقة الشرق الاوسط في ليه هذه التغيرات السريعة اللي بتشهدها المنطقة تحديات كبيرة والتحدي الاجبر عشان نختالب بقى نطفق جوا السياسة جوا كذا انما التحدي الاجبر اللي بيواجه مصر وتركيا وكافة دول الشرق الاوسط ودول الوطن العربي هو هذا الاعتداء الغاشم من الكيان الاسرائيلي على اهلنا في غزة صحيح طيب وهينفع مصر تواجه لوحدها او تركيا تواجه لوحدها او السعودية تواجه لوحدها او كذا لازم بقى فيه نوع من انواع التوحد لازم بقى فيه يعني احنا عندينا منظمة المؤتمر الاسلامي وعنزينا جامعة دور العربية طبعا طبعا فهي المسألة هنا انت بتتكلم في السياسة عشان الناس تفهمنا احنا ما قلناش نبارح كلام عكس يقول النهاردة كلام غير صحيح في السياسة مفيش يعني على حاجات شخصية يعني مفيش خلافات شخصية خلافات شخصية دي ممكن تبقى بيني وبيلا خلافات مصالح يعني إنما هي بالزابط هي مصالح هو تزوج مصالح والمصالح هنا مش تبقى مصالح شخصية مصالح دول مصالح استراتيجية لدول صحيح فعشان كده بقولك لا يعني انا شخصيا متفاعل جدا بهذا التطور السريع في العلاقات الاستراتيجية ما بين مصر وتركيا وهيشهد نتائج ايجابية جدا في الفترة الجاية يا دكتور داي خاليني اقولك ان هناك اراضة الحقيقة لترفيع هذه الشراكة وهذا التعاون بين مصر وتركيا بكل المصر المجالات واستكشاف الحقيقة قطاعات جديدة بين البلدين بناء على المصالح المتبادلة زي ما سيدتك قولت صحيح ومبدأ التضامن كمان صحيح ده كلام مظبوط على فكرة ويمكن عايز اقولك على فكرة المصالح المتبادلة ديت عايز اقولك حجم التبادل والتجاري بس ما بين مصر وتركيا يقارب او ميزان التبادل والتجاري ما بين مصر وتركيا يقارب من 15 مليار دولار وده على فكرة هنا رقم شوحش يعني يمكن كنا في فترة من فترات احنا الطرف المستقبل صحيح يعني بنستورد اكتر من صدر دلوقتي احنا عندنا صناعات وطنية تستطيع ان تجد نفسها في السوق التركية بشكل كبير جدا صحيح فالمصالح المزدوجة دي هينتج عنا الجناحين مهمين جدا جناح التبادل الاقتصادي والتجاري وجناح التنصيق السياسي في القضايا الرئيسية مصر دولة كبيرة لها عمك تاريخي يمتدل 7000 سنة صحيح تركيا دولة كبيرة لها عمك تاريخي يمتدل الالاف السنين التزاوج دود العمل المشترك ما بين الدولتين وما بين القيادة السياسية المصرية والممثلة في الرئيس عبدالفتاح السياسي وما بين القيادة السياسية التركية ممثلة في الرئيس رجب تايب أردوغان فهنا وده على فكرة مش كلام انا كمان ده الكلام ده يمكن كانت رسالة واضحة من قبل هذا اللقاء مباشرة اللقاء اللي شلوه مش عالك اللقاء هاكين اللي هو وزير خارجية التركي في زيارته في 5 أغسطس الماضي يعني من أقل من شهر تقريبا بالزبط من شهر اللي تلاه هذه زيارة مباشرة الأولى من رئيس عبدالفتاح السياسي للجمهورية التركية اللي شهدت استقبال على فكرة أعتقد أن هذا الاستقبال على وجه التحديد لم يشهده مطار إسطنبول لأي رئيس مصر آخر ده يبين لك الدلالة عن ده مصر دلوقتي دولة رأس ملها في عزتها وكرمتها صحيح احنا في عزة هذه الخلافات المتبادلة ولا نحنينة ولا خضعنا ولا روحنا دقينا أبواب أحد أنها مصر دولة بحجم كبير جدا وتستحق أن هي قيادتها السياسية الموصلة في ريس السيسي أن تتعامل إلى هذا الأساس احنا عندنا مراس تاريخي في التأثير في المنطقة يا أستاذ محمد ليس بقليل صحيح أنت الدولة الأولى أو دولة رقم واحد الأكثر تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط طبعا دكتور في هذه الزيارة الرئيسان أعرابوا عن تطلعهم لزيادة حجم التجارة البينية صحيح أنا زي ما قلت لك على فكرة التجارة وانت كنت تقول لي 15 مليار 15 مليار أعتاقب بعد هذه الزيارة الأرقام دي هتتغير مليون في المئة مليون في المئة ما لا شك فيه على فكرة أن خلق سوق تجاري متبادل ما بين الدولتين وعلى فكرة يمكن لو تتذكر كان في فترة من فترات احنا كنا بنتحدث دائما عن طريق جمع الدولة العربية أنا أهميت وجود سوق عربية مشتركة صحيح ده الحلم العربي الحلم العربي الذي ما زال حلما وإحنا بنتمنى أنه يتحاول يبقى بتمنى بتمنى أن بجوار هذا السوق يبقى فيه سوق مصرية تركية مشتركة فيه تحديد لأولويات السلح بعد هذه العلاقات وعادة العلاقات بهذا الشكل وبهذه التوآمة بالتأكيد بالطالب بسوق انشاء سوق عربية تركية سوق مصرية تركية مشتركة لأن على فكرة أنت دلوقتي عايزة أقولك حاجة أنا مبارح بالمصادفة وتحاضر اللقاء لوزير التعليم أو وزير الصحة أسف هناك برئيس الوزراء الدكتور خلال عبدالغفار وكان فيه غرفة صناعة الأدوية اتكلموا عن التطور السريع اللي حصل في الفترة الأخيرة الأربعة سنوات الأقيرة في تطور صناعة الأدوية في مصر صحيح وده على فكرة يعني إن كان يبقى السوق اللي موجودة اللي تدر تدر على مصر عملة صعبة في تركيا أنا بقولك رقم ليس بقليل طبعا لو تم تفعيل السوق دي لو تم تفعيل السوق دي وقت الدواء دي من أغلى أنواع التطور عندك سلع ومنتجات مصرية دلوقتي واهتمام بالصناعة المصرية وتحديد أولويات الصناعات المطلوبة في السوق المحيطة بالدولة المصرية لا فيه هدف قدامنا فيه منطقة جديدة أو شرايين جديدة لهذا التمدل والتجاري بتفتح ما بين مصر وتركيا وبناء صورة جديدة للحياة أنا بأشوف أن بعد هذه التوأمة أو هذه الشراقة بهذا الشكل هناك تغيرات ستحدث في الشرق الأوسط التغيرات أكيدة لأن خبالك على فكرة النهاردة فيه فيه لعب مهم جدا بدأ يسطع على هذه المنطقة وبدأ يعني يعني يحاول التأثير في هذه المنطقة بشكل باخر هو للولايات المتحدة الأمريكية وتباعتها إسرائيل النهاردة ما ينفعش أصلا العمل المنفرد أن مصر تحاول وتركيا تحاول وجامعة الدول العربية تحاول كذا فعمل منفرد أعتقد يبقى صعب التوحد أصبح فرد وليس سنة على كل دول العربية وعلى الجهود المصرية الحالة بشوف أنك بتوجه لكل زعماء العرب طبعا 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 كوحيد الصف العربي هو يعني ضرورة قومية عربية الآن أستاذ محمد له وقت الاختلاف على قضايا بسيطة صحيح القضايا البسيطة دي على فكرة ممكن يبقى ليها مصار للحل أو للتسييس أو للإيجاد مخرج لها إنما فيه قضايا استراتيجية قضايا مفصلية في الوطن العرب في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط محدش على فكرة يعني يرضى بما يحدث من انتهاك واعتداء على الشعب الفلسطيني من أطفال وإبادة جماعية يشاهد العالم مشاهدا من المدرجات صحيح يجب أن يكون هناك حاضر واضح وبقوة متمثل في توحد عربي إسلامي لمواجهة هذا مش هنقول له نعمل حرب ونعمل كذا إنما في حضورك السياسي رسالة قوية يا دكتور إحنا عندنا أدواء كتير نقدر نوقف بيها اللي بيحصل داك دول عربية يعني صحيح دكتور صلاح هناك تطور آخر وهو التأكيد على وصلة الحوار السياسي والحوار الدبلوماسي بين البلدين وتوسيع نطاق التشاور بين مصر وتركيا في مختلف المجالات منها العسكرية والأمنية والشؤون الكنسولية وده تطور هاي صحيح صحيح وعلى فكرة التطور ده تنتج عنه يمكن تطور هذه العلاقات تنتج عنه وعلى فكرة من أنت قريب يعني تم إرسال صفق الطيارات المسيارة اللي هي بدون طيار من تركيا للدولة المصرية وهي أحد أهم الأسلحة الاستكشافية طبعا في أي حرب لا قدر الله إن حدست هذا التعاون العسكري والتبادل العسكري والتنصيق العسكري لا خبالك محمد مهم والتنصيق الأمني طبعا طبعا ما بين الدولتين اللي له منتهى الأهمية لأنه عايز أقول لك حاجة اختلف اتفق في السياسة إنه ما تقدرش تختلف واتتفق على إن أحد أقوى جيشين وأحد أقوى قوة عسكرية المنطقة الشرق الأوسط مصر واحد وهم مصر وتركيا صحيح مصر وتركيا حتى لو كنا بناس بقى تركيا بدرغة بتأكيد يعني بتأكيد إنك نجيش مصر على الفكرة من الأجلوش المصنفة على مستوى العالم تسليحا وقدرة عسكرية وقدرة الشعافة فردية صحيح على مستوى العالم مش على مستوى المصنفة طبعا ما يكاعد تسليف فدينك الحاجة مش فعلا من اللي بنفخر بها كمان تسليف جلوبال فايا تجعلنا نفخر كمصريين فأنا بقولك لأ لما يكون بقى فيه تنصيق عسكري مشترك وتعاون عسكري مشترك وتبادل خبرات ودعم بالتسليح متبادل ما بين الدولتين لا بيحطك في المنطقة تانية طبعا ده كمان بالإضافة لده دكتور صراح التعاون في مجال الإعلام والمعلومات المضللة ده من ضمن المضاعات اللي الرئيسين تكلموا فيها واتفقوا عليها يبقى فيه يعني تعاون في مجالات الإعلام والاتصالات ومكافحة المعلومات المضللة طبعا طبعا أنا عايز أقول لك حاجة بوسي يا أس محمد وده يعنينا منها كتير جدا من إعلام الإخوان أيو إعلام الإرهابية بالزبط كده إعلام الإخوان لما كان في وقت من الأوقات بيعتبر الدولة التركية حاضنة لهذا الإعلام المضلل النهاردة انت بسد عليهم أحد أهم المنافس طبعا اللي كان بيهاجم الدولة المصرية وبس فيها فتنة انت كان كل المعلومات المضللة دي والهدفها اللي هما ما زالوا حتى الآن يقابسوا صمومهم من لندن بالزبط كده الاستبدال ده على فكرة لما اطاردوا من تركيا راحوا على لندن وخد بالك الاستبدال ده أكثر تكروفة عليهم طبعا وبالتالي انت شوف حجم بس هي لندن هي الحضانة الرئيسية ليهم يعني طول عمرهم طول عمرهم طنظيم الدولة حتى هناك انه ما كانش ينفع تستبدلهم حضانة بحضانة أسح صحيح فانت أزلت عنهم هذه الحضانة وتركيا على فكرة كان لها خطاب واضح في مسألة ان كل ما يباس ضد الدولة المصرية مؤخرت بعد تطور هذه العلاقات كل ما يباس ضد الدولة المصرية وضد الكيادة السياسية وضد مؤسسات الدولة المصرية لغير مسموء لي بالتواجد على العربة تركية وايضا في مصر كل البرامج الحقيقة لا تبص أي كلمة عن تركيا بعد هذا التطول بص عايز أقولك حاجة سبحانه احنا على فكرة دائما دولة تسعى إلى السلام صحيح بكل مؤسساتها بما فيها مؤسسة الإعلام المصر انت على فكرة عمرك حتى لما كنا بنهاجم ما بنهاجمش دولة كدولة لا نحن كنا نهاجم سياسة من يجلسونا في هذه الدولة ليهاجموا مصر كنت بتهاجم سياسات معينة إنما عمرك على فكرة من حرفة المسألة الأشخاص أو غيره والهجوم الغير مبرر انت على فكرة ما كنتش بتهاجم انت كنت بتتدافع بتدافع عن سوابة الدولة المصر صحيح بتدافع عن إرادة شعب المصري اللي تجلت في تلاتين دا حقيقي عشرين تلاتاشر بتدافع عن استقلالية القرار المصري اللي أسسها الرئيس هنفتاح السلس الرئيس المنتخب في 2013 بتدافع عن كل ما مثل قرامة المصري 2014 2014 في شو لا لا طولي أخوان بيحبوك قوي الفيديوهات ويكتزئوها تعودنا مش مشكلة من ضمن الملفات اللي تم التوافق عليها أهمية تعزيز التعاون بين السلطات بهدف مكافحة الإرهاب وده ملف في منطقة الأهمية بكفت بقى صوره ومكافحة الجريمة والمنظمة يعني الجريمة المنظمة اللي بتعبر الحدود وتهريب المهاجرين غير الشرائيين والمخدرات والإتجار بالبشر كل هذه الملفات تم مناقشتها والاتفاق عليها في حاجة وثلاتين بند تعليها الدولتين حاجة وثلاتين بند دول عنوان 36 بند تقريبا حاجة وثلاتين بند دول يا سيد محمد دول عنوان التفاصيل أهم التفاصيل كتير التفاصيل التفاصيل دي بتودرها أجهزة استخباراتية صحيح على مستوى الدولتين والجهزة أمنية والجهزة أمنية على مستوى الدولتين ويمكن عايز أقولك حاجة يمكن ده بقى للمصريين مصر لديها أحد أقوى أجهزة المخابرات العامة والأسكرية على مستوى العالم ولديها جهاز أمن داخلي والجهاز الأمن الوطني على مستوى الداخلي من أحد أفضل الأجهزة على مستوى العالم يمكن إحنا بنتميز بالعنصر وبشر اللي غير موجود أنت عندك كفاءات مصرية سواء في الأجهزة الاستغبارات أو أجهزة الأمن الوطن أنت كمصر وجهة الإرهاب بأساليب الحقيقة محدش استخدمها غيرك ونجاح النهاردة بيطلبوا منك في العالم كله الاستفادة من خبرات المصرية حتى الولايات المتحدة الأمريكية بتمعب بأسات هنا عشان يستفيدوا من زباط الأمن الوطني والمخابرات العامة والمخابرات العسكرية فهذا الملف الهام بص يا سبحانه محمد ده يمكن من أدوات الحماية اللي هي للدولة المصرية ربنا سبحانه وتعالى على فكرة يعني يمكن سبك الجميع في كتابه الحكيم يتخذوا من مصر جنودا فانهم خير أجناد الأرض ودخلوا مصر إن شاء الله ودخلوا مصر إن شاء الله ها إيمانين فإحنا يعني سلعة الأمن دي سلعة مش رخيصة سلعة ربنا لينا وهنا بقى كمان عايز أقول لك حاجة سلعة ربنا اختصنا لها عايز أقول لك حاجة هنا دي بقى رسالتنا للمصريين عندنا ظروف اقتصادية صعبة عندنا ظروف اقتصادية صعبة صحيح عندنا أزمة اقتصادية وتطلعات لزيادة دخول دخول الناس ورواتب الناس ومستوى الداخل رفع مستوى الداخل عند المواطنة مصر عندنا بس عندنا زيادة طلعات إنما عندنا نعمة الأمن ونعمة الاستقرار ونعمة السكينة للأسف يمكن إحنا كنا دايق من الفاك لو تذكر كنا بنقولك وبعد يقولك تتعود وتجروا علينا بسلعة الأمن والاستقرار وكذا لا لا مش بنتاجر دي حقيقة ولو مش عايز تشوف الحقيقة دي ارمعينك كده في الجنوب شوف السودان ارمعينك قريب بالزبط كده في العلاق فإحنا لما كنا بنقولي الكلام ده كل الخراب في الدول العربية اللي حوالينا يا أسف محمد إنتا لما كنا بنقولي الكلام ده هنا ما كانش كلام لهم مزايدة السياسية أو الترويج السياسي أو الإخفاء مشكلة أو لا العذر الله إحنا كنا بنقولي الكلام ده لكن كان من واقع وقراءة سياسية للواقع المحيط بيك صحيح إنتا كنت لما بتكلم ناس تقول الحمد لله إن إحنا دولة على فكرة خرجت من محنة الإرهاب بالشكل ده لا ده حاجة يعني تحسب لمصر عجزية الأمنية وبعدين إنتا رايح دلوقتي كمان بتتكلم كمصر مع تركيا في الملف الفلسطيني الملف الأهم بالنسبة لنا والمركزي طبعا القدير المركزية بالنسبة لنا ومواجهة الرئيسان تحدثوا عن مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وإيقاف الحرب في قطاع غزة وفي الضفة الغربية استنادا على إيه استنادا على حل الدولتين حل الدولتين اللي هو إيه لا مش بقى حل الدولتين تعالى مطاوض على حدود الرابع من يونيو 4 يونيو 67 تعالى بقى أوف هنا انت كل شبر اعتدت عليه احنا مش هلتنازل عنه لما مصر وتركيا توحده في هذا الخطاب والدول العربية توحد في هذا الخطاب هنا خلاص سياسة الجزر المنعزلة دي غابت بقى فيه خلاص هي جزيرة واحدة قومية عربية وإسلامية بتواجه هذا كائن السيوني غاشي دكتور سراح وانت بتكلمني عن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 كما يعني قال الرئيس سيسي أمس في خطابه في كلمته على حدود الرابع من يونيو 67 وأن تكون عاصماتها القدس الشرقية أي أن لم تخفل مصر هذا ولم تخفل أيضا عودة اللاجئين عودة اللاجئين وهذا ملف في ملتقى الأهمية ملف في ملتقى الأهمية والبعض على فكرة يقولك طب هو إحنا قلنا كده هما بيعملوا إيه هما بيزيدوا بيزيدوا الاعتداء أيها وبيزيدوا يعني 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 انتهاك لحقوق الإنسان وقتل وإبادة واضحة جدا قدام العالم أي والعالم أعمى الدلالة إيه بتاعة هذا الخطاب من رئيس حمفتاح السيسي وتأكيده من رئيس طيب أردوان رجب طيب أردوغان وتأكيده من مؤتمر الكمة الإسلامية وتأكيده من جمع الدول العربية وتأكيده من بعض الدول اللي بتملك عزة وكرامة من مختلف دول العالم في أوروبا وغير أوروبا على هذه السوابت وعلى هذه المطالبات المسألة إذا غابت هذه الإرادة وهذه المطالبات أنا بقولك من بكرة ما فيش حاجة اسمها في سبيل خلينا نتفق إن اللي حصل وعادة العلاقات بهذا الشكل وبهذا الزخم الناس بتقرأ قدام يعني لو قريد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح الحالي المرشح الجمهوري الحالي للرئاسة الأمريكية الذي بعد أسابيع سيكون هو الرئيس القادم إذا نجح يعني بيقولك بيحذر من زوال إسرائيل وأيضا بيقولك إنه لا يستبعد قيام حرب عالمية ثالثة في الشرق الأوسط ده بص هو ده تهديد بيّن يعني ده تهديد بيّن بالأمن قومي في الشرق الأوسط كله أنا أنا أقولك حاجة يمكن أنا أنا سفرت واشنطن وحضرت الجلسات جواهة كونجرس وشفت الأمريكان بيفكروا إزاي سلعة المزايدة على حماية إسرائيل دي سلعة على فكرة انتخابية بحاجة طبعاً دايماً ترامب هو المرشح المواجه ليه هيتكلمه فيه ولكن هو نيتانياهو أصدقاء بالزبط أو هو الصديق المقرب لنيتانياهو بتأكيد إنما في الآخر على فكرة أحد سوابت الخطاب السياسي الأمريكي هو حماية الطفل المقدلة لإسرائيل صحيح والكلام دا والتهديد دوت على فكرة كلام للاستيلاك الانتخابي إنما أنا بقولك أنا حاجة مسألة الترويح بحرب عالمية وخلافه دي مسألة لا تتجوز كونها دعاية انتخابية لترامب لا دا كمان بيتكلم عن أوكرانيا وقال لك الحل عندي وقال لك إن الضغط العسكري هو الحياة الكرتل والعصى خب لك إحنا كنا في فترة الضغط العسكري والعصى إحنا أصدقاء محمد إحنا في فترة مفترة كنا بنتان في رمب دا بالجنود إنه كان بيحتف تصرفاته هما هنفسون في أمريكا قال عنه كده إنما في الآخر على فكرة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة